تقدم جديد لفصائل المعارضة في درعة ضمن ما أطلقه ثوار غرفة عمليات البنيان المرصوصة من معركة الموت ولا المذلة والتي بدأت فجر أمس الأحد مرحلتها الرابعة تقدم في حي منشية بدرعة البلد يأتي بعد آخر حققه الثوار أمس الأحد بعد تفجيرهم كتلة من الأبنية السكنية في الحي الله أكبر مرسلنا في المنطقة أكد في سياق تغطيته للمعارك سيطرة الفصائل المنضوية في غرفة عمليات البنيان المرصوصة على كتلة الراحة في حي منشية لتأتي هذه السيطرة على الحية بعد هجوم معاكس انتخل له تفجير عربة مفخخة يقودها مقاتل من هيئة تحرير الشام وشبكات مباشرة مع قوات النظام خلفت عددا من القتل والجرح في صفوف الأخيرة قتل النظام وبحسب ما أعلنته غرفة عمليات البنيان المرصوص التي أوردت أسماءهم كان من بينهم ضابط تابع لقوات النظام برتبة ملازم أول لتؤكد أيضا السيطرة على كتلة الراحة وأوضحت الغرفة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأثنين أن قوات النظام وميليشياته أخفقوا في استعادة الكتلة فجر اليوم في حين خلفت العملية ثلاثة قتل آخرين للنظام وكانت غرفة عمليات البنيان المرصوص قد أنهى ثلاث مراحل من معركة الموت ولا المذلة لتدخل مرحلتها الرابعة وتنجح بذلك في السيطرة أعلى أربع قطاعات حتى اليوم في معارك مستمرة منذ شباط الماضي إلى الآن اشتركوا في القناة